وصrations. تو endurance. تويب. بدايا كدا احنا اتفقنا ان اللغة الانجليزية ده شيء مهم جدا ان انت تعرفه بس احنا آآ آآ اللغة الانجليزية دي آآ علشان تعرف تجدها لازم تعرف انت مشكلتك ايه في اللغة الانجليزية. لذا انت عاوست تحل مشكلة لازم تعرف اصل المشكلة فين. وبعدين نعرف المشاكل وعدم نعرف المشاكل نروح محل مشكلة مشكلة ونشوف احنا هنعمل فيها ايه. في بداياتا بس وانا هعمل شيري سكرين كده وفي اه باور بوينت عن البرزنتيشن انا عامله ليكو. اه البرزنتيشن ده بيتكلم عن ثلاث حاجات. هنتكلم مع بعض عن ثلاث حاجات. الابجكتب بتاعتنا three objectives. the common european framework of reference uh four languages. او اللي هو ال C E F R. انا بس عندي سؤال جماعة قبل مبدأ. هل انا لو اتكلمت انجليش بس it's okay ولا عاوزيني اتكلم انجليش وعربي? ها? يعني نرد في التعليقات. انجليش بس ولا? لا خليناها طبعا انجليش وعربي. بما اننا احنا يعني بتكلم عشان يبقى فيه ترجمة والناس كلها هتفهم. خلاص. يبقى three objectives اللي موجودة ان انا هتكلمها هنتكلم عنها النهاردة. اول حاجة the common european framework of reference for languages اللي هو الايطار المرجع العامي الاوروبي في آآ تحديد مستواك في اللغة الانجليزية. وده هنتكلم عنه بالتفصيل ليه? لانه مهم جدا لو انت في بعض المدارس وبعض المؤسسات بتشتري تعالى اللي بيشتغل فيها انه هو يكون معاه شهادة الايلز مسلا. فشهادة الايلز دي هي اللي بتحدد مستواك في اللغة الانجليزية. فلازم تجيب فيها درجة معينة مسلا. فبيبديك test, انتحانات. الانتحانات اللي انت بتاخدها وتحدد مستواك بيبقى اسمها. اللي هو المرجع العامي الاوروبي آآ لتحديد في في تدريس اللغة الانجليزية او دراسة اللغة الانجليزية. تاني حاجة هنتكلم مع بعض عن آآ آآ ايه هي المشاكل اللي بيتقابلنا في تعلم لغة الانجليزية. ليه بنقعد طول حياتنا نقعد ستاشر سنة او اتناشر سنة في التعليم وفي الاخر بنطلع ما بنعرفش نقول ولا كلمة. ممكن نقرأ كويس وممكن نكتب كويس وممكن كمان نفهم اللي بتكلم قدامنا لكن نبدأ علشان احنا نعبر عن اللي احنا عايزينه بتبقى فيه مشكلة كبيرة. يا ترى ايه السبب في كده? ده اللي هنتكلم فيه النهاردة ان شاء الله. تمام. آآ تالت آآ تالت آآ هنتكلم طيب احنا عرفنا المشاكل هنتكلم مع بعض بقى الاستراتيجية اللي المفروض نستخدمها علشان نزود حاصلتنا اللغوية او ازاي نتكلم لغة انجليزية. على مع بعض نبدأ في اول حاجة اللي هو آآ 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 ده كومن يوربين فريم وارك افريفرانس فور لانجوشز. خد بالك انت علشان تتكلم لغة انجليزية انت لازم بالزبط تعرف انت مستواك فين وعاوز توصل لاي مستوى. في اللغة الانجليزية عموما احنا عندنا ست مستويات. من اول تبدأ من اول ايه? ده البيجنر اللي هو المبتدئين لحد ما توصل لسي تو عندي اي وان اي تو بي وان بي تو سي وان سي تو. السي تو ده اللي هو الناس اللي هم المحترفين اللي هو يعني اس نيتيف سبيكر. لما تسمعه كأنك بتسمع لنيتيف سبيكر وبيفهم الانجليزية بسهولة جدا وبتكلم بطلقة شديدة. انا اتمنى ان شاء الله احنا كلنا نوصل للمستوى ده. سي تو. لان انت يعني لما كل ما يعني بس طبعا الموضوع ما بيش سهل. يعني الموضوع مش هتوصل لسي تو في يوم وليلة. تدريس اللغة الانجليزية او تعلم اللغة الانجليزية هو رحلة يا جماعة. محدش فيك يزهق ابدا منها. طول ما انت فيها انت بتتعلم جديد كل يوم. فعشان تتعلم اللغة الانجليزية اول حاجة انت محتاجها الصبر والشغف. يكون عندك شغف في اللغة الانجليزية. يكون عندك هدف وانت بتعلم اللغة الانجليزية ليه? بالتأكيد لما تتعلم اللغة الانجليزية هتلاقي نفسك بتتطور في عملك. بتتطور في حياتك. حتى لو عندك اولاد انت هتقدر تذكر لهم. هتفهم هما بياخدوا ايه. هتفيدك في حاجات كتيرة جدا الحقيقة. اوكي. طيب ايه هو بقى الكمن يوربين فراموركس of reference for languages? احنا قلنا it's as an international standard for describing language ability. هو معيار دولي او عالمي لقياس قدراتك في اللغة الانجليزية. it describes language ability on a six point scale. في ست مستويات. بي اس مستويات في ست مستويات. from a1 for beginners to up to c24 those who have mastered a language. لحد ما توصل للاحترافية في اللغة الانجليزية. هنتكلم عن كل واحد فيهم. ولو انت مثلا في الليفل ايه وان انت كده ايه بشكلك عامل ازاي يعني. طب لو حد في الليفل بي تو المفروض هيبقى عامل ازاي. تعني اتكلم مع بعض على كل الليفل لوحده. حاجة بسيطة كده بس اختصار بسيط عن كل الليفل عشان تبقى فاهم لما تيجي تدرس. انجليز ما تدرس كده وخلاص. انت لازم تعرف انت مستوىك فيه والمفروض تدرس ايه عشان توصل فيه. اول الليفل اللي هو الـ الـ elementary. الـ elementary اللي هو المبتدئ. يبقى A1 هو مبتدئ. بس تخدوا بلكوا المبتدئ ده مش اللي هو مش بيعرف الحروف. مش عارف بيقرأ الحروف او نطق الاصوات الحروف. لا الـ elementary ده. learners who achieve A1 elementary level can understand and use very common everyday suppressions and simple phrases for immediate needs. يعني بيقدر بيعرف بعض التعبيرات البسيطة جدا في اللغة الانجليزية. اللي ممكن يعبر بيها عن احتياجاته. يعني مثلا حد عاوز ينام يقولك I want to sleep. حد جعان يقول I am hungry. بس جمل بسيطة جدا مكوناة من كلمتين او تلات كلمات. ده اللي هو الـ A1. كمان كان introduce themselves and other people and they can ask and answer questions about personal details. such as where they live, things they have and people they know. ممكن اللي هو في الـ A1 ده بيقدر يقدر يقدم نفسه. يعني مثل يقول my name is ويقول اسمه. وممكن كمان يقدم غيره. that's my father, that's my sister, this is my brother. برضو جمل قصيرة مكوناة من كلمتين او من تلات كلمات. كمان can communicate in simple way if the other person talks slowly and clearly. يعني يقدر يتعامل مع حد بيتكلم نغة انجليزية. بس لو الشخص اللي بتكلم مع ده بيتكلم ببطء. مش بيتكلم بسرعة. يعني يقول له. لو بيجي اسأله سؤال مسلا ما يقوله ما يقولهش how are you? ممكن لو الهال والطريقة دي ما يفهمهاش. لكن لما يقوله how are you? كده هيفهم هو بيقوله ايه. ده A1 المبتد. طيب. لو هنروح لA2. انا عندي A1 وA2. المستوى A2 ده اسمه pre-intermediate. pre-intermediate يعني مستوى ما قبل المتواصل. مستوى ما قبل المتواصل. يعني يقدر يتعامل بالمصطلحات او التعبيرات اللي احنا نستخدمها في الحياة اليومية. انه مستوى ما قبل المتواصل تحنقى واقع قبل المتواصل. طيب تمام سمعني حطرك هفتور. طيب تمام. طيب. إيه تو. pre-intermediate. يعني عنده القدرة اللي هو A2 اللي هو الفوق المتوسط او الماقب للمتوسط انه يصف الاشياء اللي حواليه برضو بعبارات بسيطة لا تتعدى الكلمتين او التلت كلمات ده A2 طيب لو انت في المستوى B1 B1 ده اسمه intermediate اللي هو المستوى المتوسط وتبدأ من B1 ده هو المستوى اللي بيقدر يعمل نوع من انواع الconversation نوع من انواع المحاكفة طيب لو انت في B1 يبقى انت مستوى كعامل ازاي يعني مثلا لو انت في بتشتغل في مجال التربية الخاصة لو في حد بيتكلم قدامك بالانجليزي على مجالك او موضوع في من موضوعات اللي في مجالك تخص التربية الخاصة مثلا في التوحد او بتكلم في الاسبيتش او الحاجات دي انت ممكن تبقى فاهم هو بيقول ايه كمان يعني لو انت سفرت الدولة اجنبية انت تقدر بتتكلم لغة انجليزية انت تقدر تتعامل مع الناس اللي هم عاشين في هذه البلد لو انت مستواك B1 اللي هو الانترميديات يعني مثلا لو انت مطلوب منك تكتب تقرير عن حالة طالب مثلا حالة طالب جاء لك في مدرسة والمدرسة تقول لك انت قابل الطالب ده علشان ممكن نقبله او ما نقبلوش بس المطلوب منك ان انت تكتب التقرير عن الطالب باللغة الانجليزية انت تقدر تكتب التقرير بس مش هتكتبه بالتفصيل هتكتب simple connected text يعني جمل بسيطة مش جمل اللي هي لدينا نوع كتير من الجمل الجملة البسيطة والجملة المعقدة الجملة البسيطة دي اللي بيبقى فيها فاعل فاعل ومفعول ده الجملة بسيطة في جملة تانية من الجمل اسمها فاعل وفاعل ومفعول بعدين جملة تانية في نفس الجملة فها فاعل فاعل تاني ومفعول ده نوع معقد او نوع من المستوى اعلى في ترتيب الجمل او تكوين الجمل فانت لو انت مستوىك B1 تقدر تكتب تقرير عن طالب بس هتكتب الجملة بتاعتك بطريقة بسيطة. مش هتكتب جمع معقدة. طيب المستوى اللي بعد كده بيتو اللي هو upper intermediate اللي هو فوق المتوسط. طيب لو انت مستوىك في فوق المتوسط. ايه انت هيبقى شكلك ازاي في اللغة الانجليزية. يعني مثلا لو انت بتقرأ في كتاب باللغة الانجليزية هتفهم الفكرة الرئيسية في كل تيكست انت بتقرأه. على فكرة مهمة جدا لما منيجي نقرأ من اللي المفروض تكون متوفرة في اي حد بيقرأ باللغة الانجليزية اللي هو يفهم الفكرة الرئيسية. هو الموضوع بيتكلم عن ايه? التيكست بيتكلم عن ايه? لو انت بيتو تقدر تفهم ده. وخدوا بالكم من كلمة complex text يعني بيبقى في فقرات معقدة فيها كلام قوي في موضوعات قوية. انت تقدر تفهم ما بيتكلم عليه. يعني البيتو ناس البيتو يقدروا يتواصلوا مع الاخرين بطلاقة. وكمان يقدروا بتاعهم بيبقى سهل. مش حاسس انه هو يعني 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 يحاول انه يصارع او انه بيجاهد نفسه عشان يلاقي الكلمة اللي هو عاوز يقول. كلمة اللي بيتعبر عنه لأ. انت لو بيتو هتلاقي الموضوع سهل. يبقى you will interact with some fluency. بطلاقة. and communicate easily. وتتواصل بسهولة. they can write clear detailed texts on a wide range of topics and express their opinions. يعني لو انت بيتو بتقدر تكتب في اي موضوع طبعا وبالتأكيد الموضوعات اللي بتخص شغلك. لو انت بتتكلم في شغلك تقدر بتتكلم بطلاقة وبسهولة. وتقدر كمان تكتب رأيك في الموضوع. تقدر تعبر عن رأيك لو انت لو انت بيتو. تلاحظ ان بي وان انت ما تقدرش تعبر عن رأيك. في طلاقة وفي سهولة في التواصل ولكن ممكن ما تقدرش بتقدرش تعبر عن رأيك في الموضوع اللي انت بتكتب فيه. طيب نروح بعد كده للمستوى c1. c1 ده advanced. ده مستوى متقدم. ان شاء الله كلنا نوصل للمستوى المتقدم ده. learners who achieve c1 advanced level can understand a wide range of long complex texts. يعني تقدر تقرأ اسي. عارفيني الاسي. الاسي ده اللي هو مكوّن من اكتر من فكر. ومكوّن من اكتر من تقدر تقرأ ال long complex text ده وتفهمه. they can interact and express themselves fluently and spontaneously and use language flexibly and effectively in social academic and professional situation. يعني انت وصلت المرحلة الى مرحلة الاحترافية. بلغة الإنجليزية. تكلم بطلاقة. بتعبر عن رأيك بدقة. انت تعني ما تقوله. في كل المجالات. ازا كان المجال ده socially or academic. بطريقة مختارفة جدا. ده اللي هو c1 advanced. المستوى الاخير في مستوىات اللغة الإنجليزية. c2 ده proficiency اللي هو الاحترافية التامة بقى. اللي انت لما بتيجي تسمع اللي بيتكلم اللغة اللي هو بc2. يعني you will get that he is native speaker. like native speaker. ده المتحدث الاصلي للغة. learners who achieve c2 profession c level can easily understand almost everything. بيفهم كل حاجة. they hear or read. يعني لو سمع اي كلمة بيتفهم هي معناها ايه. ولو قرأ اي كلمة في اي مجال من المجالات يقدر يفهم معناها. they can express themselves fluently and spontaneously with precision in complex situation. يعني يقدر يعبر عن نفسه بطلاقة في في المواقف المختلفة والمواقف الصعبة. ده بيبقى وصل لمرحلة ان هو بيبقى فاهم ال idioms اللي بيقولوها اهل اللغة. تعارفين ان فيه نوعين من الانجليش فيه نوع اسمه standard انجليش. وفيه بقى اللي هو اللغة العمية اللي بيقولوها اللغة اللغة الشارع. اللغة الشارع اللي تلاقاش موجودة في الكتب. لو انت c2 انت هتبقى فاهم هم بيقولوا ايه لما بتكلموا بعض بطريقة ال idioms. عن طريق المصطلحات اللي بتتقلل اهل اللغة بس اللي بيقولوها. طيب انا هاعرف ازاي انا في اي مستوى من المستوى. انا عندي ست مستويات دلوقتي. من بعد الشرح اللي انا قلته على ست مستويات دلوقتي. كل واحد فيك وممكن يخمن هو في اي مستوى. هل ممكن نكتب ده ولا ولا ملاش لزوم. حد فيكو ممكن يخمن بعد اللي احنا ارينا دلوقتي. انت مستوىك في اي مستوى? طيب الاول. اي وان. اوكي. اوكي. ام يعني ان شاء الله كلنا نوصل لي اه ان شاء الله كلنا هنوصل لي الليفل اللي احنا عايزينه بس في شرط. طب انا اعرف ازاي قبل بس ما نتكلم في النقطة التانية دي. انت لازم تعرف مستوىك عن طريق اللي اقولك عليه دلوقتي. هنا انا يعني هشاير لكم اللينكات دي ان شاء الله اللي حابب ياخدها هيبعت لي اه رقمه اسجله عندي واسجله في جروب في جروب اه اعملها. اللي حابب ان هو يشترك معي في الجروب دي لتعلم اللغة الانجليزية جروب واتساب. وهبعت لكم اللينكين دول. اللينكين دول هم امتحانات لتحديد المستوى. اللي امتحاني الاول ده هو فيه تلاتين سؤال. بس هيتطلب منك في اللي اتنين انت تعمل واحد منهم اتس اوكي. اللي اتنين. ماريا ما اتصلت بيا جوونش هيبقوا عربين البده لكل حلالي. اه ممكن في حد بيكلمني ولا اه نعمل ميوت. تمام. اه الامتحان الاول ده. الامتحان الاول ده هيحدد لك بالزبط انت اي وان ولا اي تو ولا بي وان ولا بي تو سي وان او سي تو. فيه تلاتين سؤال. تلاتين سؤال. نعم. الصوت مش واضح وفيه زنة يعني في زنة في الصوت. لان مثلا قريب بقى بيت. الصوت مش واضح خلص? بيت خلص يعني هو الصوت مش عامل انا بس اكلت. مم. فيه زنة غريبة كده وصوت بيت خلص. اوكي. طيب الصوت كويس الصوت كويس. يبقى ما عند حضرتك بس الصوت ممكن يكون اه اه انت مشغالة على اللابتوب والتليفون ولا على على حاجة واحدة? لا حاجة واحدة مشغالة بس بعدك كويس. مم مم. ممكن ممكن تكون السجنة بس. ممكن تكون السجنة. لان الناس كلها بتقول الصوت كويس. الصوت واضح. طيب تمام. طيب يا جماعة تاني. عندي المتحانين دول مهمين جدا. جدا علشان تعرف مستوكيه. المتحانات دقيقة ده. المتحانة الاولين ده هما اللي تم من المركز المعد البريطاني. في المعد البريطاني ده هتدخل على اللينك ده هيطلب منك ان انت تسجل بالايميل بتاعك وكده. وبعد ما تخلص الانتحان تلاتين سؤال هي يقول لك بالزبط هي يبعطولك على الايميل انت في اي مستوى. انت المفروض تدرس اي مستوى. وده نفس الحكاية برضو. بس ده في اربعين سؤال. حابب تعمل واحد منهم بس اتس اوكي. حابب تعمل اتنين اتس اوكي. بس تاخد بالك وانت بتحل الامتحانات دي. اللي انا كتبه لك ده بالعربي تركز فيه اوي. اولا الامتحان التاني ده ما تتخطاش اربعين دقيقة. حتى لو ما انا بتكلم على اللينك التاني. ما تتخطاش الاربعين دقيقة حتى لو ملحقتش تخلص. لان السرعة مع الدقة عامل من عوامل التقييم في هذا الامتحان. تمام? حاجة تانية. ما تعملش الامتحان مرة تانية. لو نتيجتك في المرة الاولى ما عجبتكش. يعني هي اول مرة هي اصدق مرة. طبع عشان كده لازم تعمل حاجات معينة. اقرأ رأس السؤال كويس جدا وانت بتحل السؤال. لو مش فاضي دلوقتي او مش مركز استنى لما تفضى يعني لازم تكون مفضي دماغك ومركز وقاعد في مكان هادي وانت بتحل الامتحان ده. انا بتكلم على اللينك التاني. ام اوكي جماعة انا هكتب لكم رقمي اه اللي حابب يبعاتلي على الواتساب. اسجله واضيفه ليه الجروب بتاعت الواتساب. تمام. خلاص ابقى لو انت مش فاضي ما تعملش الامتحان غير لما تكون مفضي دماغك خالص وقاعد رايق ومركز في مكان هادي عشان تقدر تحل الامتحان ده. اللي انا بتكلم على الامتحان التاني. طيب الامتحان ده من اربعين. يعني كل سؤال هيب عليه درجة واحدة. لو جبت درجة من بين عشرين لسبع عشرين في الامتحان ده يبقى انت المفروض تبدأ بدراس الكورس اللي هو تحت المتوسط. اللي هو تحت المتوسط اللي هو اه اه اي تو. الرقم الظاهر انا بعدته على الا اه انا كتبت الرقم هكتبه لكم تاني حد شايف الرقم. طيب انا خلص انا هكتبه لكم هنا يعني لو انتم مش سوايني كده. اه اه انا هكتبه لكم هنا الرقم. وهو الرقم موجود في البوست اللي انا هعمله على مدرسة السلوكية شايفين الرقم كده جماعة? الرقم ظاهر عندكم. طيب تمام? تمام. اه لو انت جبت عشرين من سبعة وعشرين ابدأ بكورس تحت المتوسط. طيب لو جبت درجة من بين تمانية وعشرين لواحد وتلاتين تاخد كورس المتوسط. لو جبت درجة من بين اتنين وتلاتين لخمسة وتلاتين هتاخد كورس فوق المتوسط. طيب لو جبت فوق خمسة وتلاتين يبقى تاخد طبعا بالاكيد تدرس لحاجة ليه اللي هو طيب لو جبت اقل من عشرين لازم تاخد كورس المبتدئين اللي هو اي وان. لو جبت اقل من عشرين يبقى تاخد كورس اللي هو اي وان. طيب. كده خلاص عرفنا احنا هنعرف مستوى ازاي اللينك ده. ان شاء الله انا هبعطلوك اللينكات دي على جروب بتاعة الواتساب اللي انا لما هضيفكم ان شاء الله. دلوقتي هنتكلم بقى عن المشاكل اللي بتقابلنا في اللغة الانجليزية. او احنا ليه مش بنعرف نتكلم انجليزي. او احنا ليه مش بنفهم الناس اللي بتكلموا انجليزي. اول حاجة يا جماعة اللي هو سبعين في المية من اسباب عدم قدرتنا على التحدث باللغة الانجليزية هو افتقارنا لكمية الكلمات او عز الكلمات اللي احنا عارفانها في اللغة الانجليزية. لازم تزود حصلتك من الكلمات في اللغة الانجليزية. ومش الكلمات بس. يعني مش كلمات تعمل لستة وتقعد تحفظ فيها. لا. الطريقة دي مش هتخليك تتكلم انجليزي خالص. الكلمات انت لازم تكراها بجمل. يعني ممكن في ناس بتعمل مثلا. في ناس بتحب تقرأ في مجالات معينة. في ناس تحب تقرأ قصص خيالية. في ناس تحب تقرأ في مجال عملها. وانا ارشح كده افضل كده. ان انت لو في مجال عملك افضل لان انت هتبقى فاهم الكلام لما ترجم الكلام هتبقى فاهمه. وما تكتبش الكلمات في جمل في لستة وتقعد تحفظ فيها. لا. انت جيب الكتاب اللي يعجبك. المجال اللي انت بتحب تقرأ فيه. واقرأ بس تقرأ بتركيز عميق. اقرأ وما تسهقش من الترجمة. او اعتزهق من الترجمة. بس قبل ما ترجم حاول ان انت تتوقع معنى الكلمة من خلال السياق. لو انت معرفتش توصل لمعنى الكلمة من خلال السياق. يبقى روح ترجم. ده معناه ان انت لازم يكون على تليفونك المترجم. والمترجم هنا اتنين. ممكن تستخدم اللي هو الجوبل ترانسليشن العادي ده. بس ده ما استخدموش في ترجمة جمل. يعني ده عشان الترجمة السريعة. وعشان ممكن تسبع منه النطف. في عندنا قاموس اللي هو اسمه لونجمان. لونجمان ده انت بتدخل على جوجل وتكتب كلمة لونجمان. بيجي لك اول لينك كده. خليه عندك دايما على الكمبيوتر يعمل له سيف على الكمبيوتر اللينك ده. لان لونجمان بيجيب لك الكلمة. في نطقها الامريكا. ونطقها ويجيب لك عليها امثلة. والكلمة نفسها ممكن تبقى اسم. وممكن تبقى وممكن تبقى يعني الكلمة ممكن يبقى فيها اسم وفعل حاضر الرقم تاني حاضر. انا اه الرقم اهو. عند اللينك ده الرقم تحته. زيرو زيرو تسعة ستة خمسة تلتة خمسات ستة اربعة ستة اربعة زيرو. فاللي حابب انه هو ان انا اضيفه على جروب الواتساب. يبعات لي رسالة على الرقم ده. تمام كده خلاص? لا انا في الكويت مش في السعودية. اه خلاص استاذ امل. خلاص هننقل هنروح على سلايد تانية. رابط الواتساب. ممكن على الجروب حاضر. هنروح على تلكو دلوقتي. سويني بس معي. هنروح على الناس ما يجب جديد. لنك. طيب انا دلوقتي يعني مش عارف هابعته الزه دلوقتي وانا فاتح طب معلش اه في نهاية ممكن في نهاية قبل ما نخلص ان شاء الله هنبعت اللينك بتاع الجروب على طول. بس سيارة حد يفكرني بس قبل ما بعد المحاضرة ان شاء الله. خلينا نروح تاني بقى لأول مشكلة بتقابل اي حد في بيتعلم اللغة الانجليزية هي is lacking of vocabulary. الافتقار لعدد الكلمات اللي انت حافظها. لازم تحفظ كلمات كتيرة جدا. ما تستناش بس تحفظ شوية الكلمات اللي احنا او اللي انت حفظتوهم خلال دراستك في المدرسة. لأ. انت لازم تقرأ كتير جدا. وزي ما قلت لك ازاي تزود الكلمات من خلال كراءتك في مجال عملك. او من خلال كراءتك في اي كتاب انت بتحب تقرأ فيه او اي نوع من القصص انت بتحب تقرأ فيها. وما تتعبش وما تزهقش ابدا من الترجمة. وقبل ما ترجم قلت لك انت من الافضل ان انت تحاول تفهم معنى الكلمة من خلال السياق. لو فهامت الكلمة من خلال السياق؟ سبدا بعمل ايه تلك؟ آم ام؟ نعلمش نعمل موت لو عزنوقو؟ نعمل موت بعد زنوقو؟ لأ لا يعلم يا هتلاقي بيغير هدوم ايه نعمل احنا ميت. امام. طيب. على فكرة وكونك ان انت لو انت بقعد قدامي دلوقتي وبتحاول تقرأ الكلام اللي انا كابده دلوقتي ده نوع من انواع مهارات اللغة الانجليزية واحدة من انت كده بتحاول تحسن مهارات اللغة الانجليزية بتاعتك. كمان جماعة لازم تركزه في حاجة. اي لغة اي لغة في العالم هي فيها اربع مهارات. علشان تتعلم اي لغة لازم تحسن الاربع مهارات دولة. يا ترى ايه هما الاربع مهارات? هما كل مهارتين مرتبطتين ببعض. المهارة الاولى اللي هي مهارة دي اول مهارة المفروض نتعلمها. وللاسف احنا في معظم المدارس اللي احنا متعلم فيها كانوا بيبدأوا بالخطأ. يعني كانوا بيبدأوا بمهارة الرايتنج. احنا المفروض نبدأ بمهارة الليسنينج. بالضبط انا بشبهها بالطفل لما بيبدأ يتعلم ييتكلم. هل الطفل اول ما تولد مش قاعد اكتر من ست شهور او سنة قاعد ما بيتكلمش? يعني قاعد بيسمع بس. ومن خلال كل الانبوتس اللي دخلت مخه بدأ لسانه يتكلم لوحده. يبقى خدوا بالكم المهارتين دول مرتبطتين ببعض الليسنين والسبيكن. احنا ليه مش بنتكلم انجليش كويس? لان احنا مش بنسمع انجليش. بنش بنسمع انجليش خالص. لو سمعت انجليش كتير هتلاقي نفسك بتتكلم نهشة بطبيعتك. هتلاقي نفسك لسانك بينطق انجليزي لوحده. بس حاول ان انت بتسمع انجليزي. طب انا اسمع انجليزي كم مرة في ديوم يعني? كل يوم على اقل ساعة انجليزي استماع في ديوم. جرب ده لمدة لمدة اسبوع. وشوف ايه التغير اللي هيحصل عليك. في ان انت تقدر تتكلم انجليزي. اسمع انجليزي لمدة اسبوع. الاستماع بقى ممكن. ممكن تشاهد افلام فيها سابتايتل انجليزي من تحت. طب ممكن ما يكونش فيها سابتايتل خالص ولا ترجمة. ما تقرأش الترجمة العربية. خالص. لان الترجمة العربية تخليك تستمر في التفكير باللغة العربية. منت كده برضو منفصل عن الانجليزي. جيب افلام او جيب اي حاجة يعني من غير سابتايتل تحت بالعربية. ممكن يكون سابتايتل انجليزي. اقعد اسمع بقى كتير كتير كده. وحاول بعد كده ان انت تتواصل محد باللغة الانجليزية. وشوف ان انت هيبقى فيه تغيير. ولا ممكن انت غير يبقى طفيف. ولكن هيبقى فيه تغيير. كل يوم ساعة ايه? ساعة استماع. ده هيقوي جدا من مهارة الاسبيكن. مهارة التحدث. يبقى اول مهارتين مرتبطتين ببعض اللي هي مهارة الاسبيكن. ومهارة المهارتين التانيين اللي هما لو انت عاوز تكون كاتب جيد تكون قارئ جيد. من كتر يعنيك ما هتقع على الكلمات لما تيجي تكتب مش هتغلط في وانت بتكتب. لان انت عينيك واقت على الكلمات دي كتير. لما تيجي تكتب ممكن يكون عندك من كتر ما قرأت تاخد إكسبريشان ومصطلحات من الكتب اللي انت قريت فيها وتكتب بنفس الطريق. يبقى انت هتزود مستواك في الرايتين. يبقى listening, speaking, reading, writing. if you want to be a good speaker you must be a good listener. if you want to be a good writer you must be a good reader. يبقى اول مشكلة بتقابلنا lack of vocabulary وقونا هنحلها ازاي عن طريق القراءة والترجم. ممكن كمان نحلها عن طريق using the right tools. ان انت تستخدم ادوات صحيحة في تعلمك للكلمات. او ان انت ازاي اه تحصل الكلمات. انا عاوز اسأل سؤال قبل ما نكروع ده. كم واحد فيكو التليفون بتاعه عامله باللغة الانجليزية? ياريت لو حد عامل تليفون باللغة الانجليزية يكتب لي yes في الاتشات بوكس. كم واحد فيكو عامل تليفون ولغة انجليزية مش عربي. اه ممتاز. ممتاز استاذة هند. استاذة مي. استاذة نادا. استاذة ريم. ممتاز. اه حاولت وفخاخت الصراحة. لا. لازم تعملي من دلوقتي مريم ما شاء الله. تمام. من دلوقتي يا استاذة هلا. كل حياتك لو انت عاوز تتكلمي انجليز. لازم تعملي كده زي ايه? زي اللي بروح تتعلم سباحة. بيعلم ابنه الصغير سباحة. عارفين شفتي الولاد لما بتعلموا سباحة بيعملوا فيهم ايه? بياخدوهم يرمون في حمام السباحة وسبوهم. ليه? اللي عارفين ان هو اولا فيه قانون اسمه قانون الطفو يعني. بالضبط. يعني فيه قانون اسمه قانون الطفو في السباحة. نفس الحكاية فيه قانون اسمه قانون الطفو في الانجليز. لما ترمي نفسك في بيئة كلها انجليزي. غصبة عنك هتلاقي نفسك بتحاول تفهمها. وبعد كده هتتعود عليهم ما تفهمهاش. يعني مش لما تجيلك بالعارف هتلاقي نفسك ما انتش مستسيغي اللغة. طبعا مش بقول لنا ننسى العربي للعارب اللغة بتاعتنا يعني. لكن مثلا دي حاجة بسيطة جدا. دي حاجة بسيطة جدا. ممكن تحسن مستواك في اللغة الانجليزية. ان انت تخلي كل حاكتك قدامك بالانجليزي. لما تيجي تمشي في الشارع على لفتة معينة فيها كلمة انجليش. ما تبصلها شو تامشي. لأ. على طول سجلها على احنا معنا تليفوناتنا في ايدينا. على الترانسليتور على طول. بتسمع الصوت بتسمع نطقها وتشوف معناها وتشوف الجمل كمان اللي هي مكتوبة فيها لان الكلمة الوحدة ممكن يبقى ليها اكتر من معنى. وممكن تبقى مرة فاعل. وممكن تبقى مرة اسمه. وممكن تبقى مرة adjective. ده ده لازم تعمله. ان انت تغرق نفسك في اللغة الانجليزية. اغراق بقى. عارفين الاغراق الواحد بيغرق نفسه في بيئة معينة. علشان بعد كده هتلاقي نفسك انت البيئة دي بالنسبة لك بيئة سهلة مش صعبة. يبقى باستخدام الواحدة مستخدمة الواحدة مثل دكتشناريات وفلاشكارات وفلاشكارات الانجليزية. يمكنك تبقى مستخدمة الواحدة. يعني لما فيه كمان هي البرامج اللي موجودة على الاب ستور. لو معك ايفون او فيه جوجل play. لو انت معك اندرويد. فيه برامج لا حصرة لها. حتى ممكن تبقى العاب. يعني مسلا اكتب على التليفون بتاعك اللي انا بنزل منه البرامج. فيه برامج بتعمل لك العاب كده ان انت تجمع حروف كلماته في الاخر تبقى تعرف الكلمة. ممكن ما تبقاش عارفها. لكن مع اللعبة هتلاقي نفسك جمعت الكلمة. فما انش عارف معناها. ابحص عن معناها. دي طريقة التعلم. طريقة التعلم. اشغل نفسك دايما بالانجليز في وقت فراغك. قاعد ما سيبك من الفيسبوك بقى. واسيبك من الانستجرام والحاجات دي. حتى لو فتحت الفيسبوك والانستجرام افتع على حاجات فيها انجليز. افتع على صفحات بتعلم لغة انجليزي. ده اسم طريقة الاغراق. هتلاقي نفسك بعد كده بتفكر في الانجليز. اسم انجليز. كل حاجة انجليز انجليز انجليز. ما فيش حاجة تانية غير انجليز. لو عملت كده كل يوم هتلاقي فيه تحصم كل يوم على مصطبك ان شاء الله. يعني هذه البرامج هي مصممة طريقة احترافية بتخليك ان انت تقدر تكتسب اللغة او تكتسب كلمات جديدة كل يوم. يبقى اول مشكلة بتقابلنا انا ما بتكلمش في الحل على فكرة انا بتكلم دلوقتي في المشاكل. بس بنذكر بعض الحلول. ويبقى لازم تزود حصلتك اللغوية. طب يا ترى تاني حاجة ايه عندنا او تاني مشكلة بتقابلنا وبتقابل اي حد بتعلم انجليز. صعوبة النطق. طبعا في صعوبة في النطق. ليه? ام في حد هنا معانا اه متخصص اه تخاطب. من متخصص تخاطب معانا جميعا. اه سوزة اماني بتقول لي طيب احنا بنقرأ بس اكتر الكلمات مش بكونوا عارفين معناها. طب انا هرد على السؤال ده الاول بتاع سوزة اماني. شوف يا سوزة اماني. انت اه طبيعي من ابقاش عارفين معناها. بس احنا لو معظم الكلمات انت مش عارفة معظم الكلمات في الجملة مش عارفة معناها. ده معناها ان انت ممكن تكوني في مستوى اي وان او اي تو. طب في الحالة دي انا اعمل ايه? استخدم استخدم القموس. اي كلمة ما انتش عارفها ترجمية. ترجمية وما تزهقيش يعني في البداية هتلاقي نفسك بالترجم كتير. مش مهم خالص. كل ما هتترجم كتير بعد كده تلاقي الترجمة بتقل واحدة بواحدة بواحدة بعد كده هيكون عندي الكلمات كتيرة. يبقى ترجمي. لو انتي اه لو انتي مش يعني يعني في بعض الكلمات بقى قفزة عارفة معظم الكلمات اللي في الجملة. ممكن تخمني يعني تقداري تخمني معنى الكلمة من خلال السياق. طيب تمام. في ناس كتير عندنا. طبعا استاذ عبد الحميد. استاذ عبد الحميد انا افضل القموس انجليزي انجليزي. انا افضل القموس انجليزي انجليزي. انجليزي انجليزي. ده مش معناه في بس خلي العربي معك برضو في حالة لو انت خلاص ما انتش فاهم حتى لان في الانجليز انجليزي هو هيديك نطقها انجليش. امريكا وبريتش. وبديك عليها امثلة. والامثلة منطوقة. يعني ممكن تسمع الامثلة كمان. اكتبوا اسم القموس ده جماعة اسمه ده ممتاز جدا. موجود على جوجل. يعني تدخل على تفتح جوجل عادي. وتكتب هجيلك اول ايكونة اكتب اي كلمة انت عاوزها. هيجيب لك النطق بتاعها. وهيجيبها لك في امثلة كتيرة. وهيجيبها لك الفيرب بتاعها اسمه ايه? واللي اجيكتب منها اسمه ايه? هو ليه تطبيه يا اساس عبد الحميد. بس يعني لازم تدفع. مش مجاني. لكن على جوجل على النط على طول هو مجاني. تمام? طيب. اه كنت بس قال مين معنا سبيتش. آآ الاساتزة خصائيين التخاطب. هل حد يقدر يقول لي فيكم ايه السن اللي بيوصل فيه الانسان ويبدأ عضلات العضلات اللي بتتحكم في النطق تخلص تتحكم فيه ما يقدرش يغير فيها بقى? يعني ما يقدرش ينطق لغة تانية بنفس طريقة اهل اللغة? يوصل لسن كام? ايه السن اللي هو ما يقدرش بعد كده ينطق زي اهل اللغة التانية? حد عنده ممكن اجابة على السؤال ده? طيب. تمام. اوكي هو علماء اللغة قالوا ان بعد ستاشر سنة الانسان بعد ستاشر سنة استاذ محمود عشري انا انا سنة استاذ محمود. معلش بقى احنا بدقين من بدر انت اللي جيت متأخر. اه انا بتكلم استاذة مي في بعض العلماء قالوا ان انت لو بتتعلم لغة وانت صغير تقدر تتكن اللهجة او النطق بتاع اللغة دي زي اهل اللغة بالزبط لو انت بتعلم وانت طفل. لحد ما توصل ستاشر سنة. بعد ستاشر سنة بتبدأ الاماكن بتاعة اخراج الحروف مخارج الحروف بتتشكل على اللغة الام اللي انت دايما بتتكلم به. فبعد كده لما تيجي تتعلم لغة تانية بعد سن الستاشر اللغة الام بتاعتك هتكون متبينة جدا وانت بتنطق اللغة التانية. معايا? يعني بعد ستاشر سنة اوكي احنا بنقدر نتكلم بعد ستاشر سنة. ولكن مهما لو بدأت تتعلم بعد ستاشر هتلاقي وانت بتتكلم انجليش بعد كده اللغة بتاعتك اللغة الام اللغة العربية مسلا واضحة جدا وانت بتتكلم في اللغة الانجليش مسلا. فيه صعوبات في النطق. طب ايه بقى اعمل ايه في الصعوبات النطق ديت عشان احلها? اول حاجة تعمل يعني اللي هو تتدرب دايما على نطق الاسوات بتاعت الحروف في اللغة الانجليزية. لا مش مفيش حاجة اسمحنا خلاص استاذ اماي? اه هو انا اخدي بالك بس انا لانا بقوله ده مش نطق. انا بقوله ده اكسنت. الاكسنت. ازاي انطق الكلمة بطريقة معينة يعني هيبقى باين لا اللهجة بتاعت اللغة اللغة بتاعتك باينة في اللغة الانجليزية. لكن مش خلاص ولا حاجة. احنا ممكن ننطق عاجة جدا. وبس مش مشكلة لو ما عندنا اكسنت يعني. حتى دلوقتي في امريكا يقولك ده انجليزي هندي. معتمد دلوقتي في امريكا. ان الانجليز ده باللهجة الهندية. الانجليز ده باللهجة الفلبينية. عادي جدا. وما توجدوش مفصفين ابدا وانتو بتتكلموا انجليش يقولك ده انجليزي مصري. عادي جدا. هو الاهم في اللغة الانجليزية مش الاكسنت. الاهم في اللغة الانجليزية النقط. وبعد السنة ده بيكون في مرونة لأعضاء النطق على اللغة المكتسبة الاساسية. بيكون في مرونة لأعضاء النطق على اللغة المكتسبة. اللغة المكتسبة. اه اللي هي اللغة الامة يعني. اللي هي اللغة العربة بتاعنا. طيب تمام. طيب تمام استزوائي. لكن بعد السن ده لو هو بتعلم لغة جديدة من بعد ستاشر سنة هيلاقي ان اللغة الامة مسيطرة اكتر على اللغة اللي هي بتعلمها جديد. هيبقى باين جدا ان هو بتكلم انجلش هندي او بتكلم انجليش مصري أو بتكلم انجليش فلبيني يبان عليه قوي هو جنسيته ايه من خلال مش البرونانسياشن من خلال الاكسنت عاوزكوا تفرقوا دايما بين النطق البرونانسياشن والاكسنت البرونانسياشن ده النطق يعني انت لو نطعته غلط داعب جدا ان انت هتنتقى غلط يعني مثلا احنا عندنا كلمة اسمها انا هكتبها لكم هنا في التشات معلش ممكن مين يفتح المايك ويقرالي انا بعدت كلمة حد شافها ادي الكلمة الكلمة انا بعدتها دلوقتي مين مين يفتح المايك ويقرالي الكلمة present طب لما تقوليها present دي دا معناه نعم مفيش حاجة ظهرت احكتبها الكتب يعني هي ظهرت في ناش شافتها شفتوها present لو قلنا present الكلمة دي كيبقى معناها ايه مدارع مدارع وممكن يبقى لها معنة تاني هدية هدية الحاجتين الكلمتين دولة نون اسم يعني زي كلمة هدية او كلمة مدارع طب انا لو عاوزها فاعل هتبقى نفس السبلينج ولكن النطق بتاعها يختلف اسمها present طب كلمة present هيبقى معناها ايه يقدم بالضبط present يعني يقدم نفس الكلمة القواميس بقى دي شغلة القواميس تخليكي اسمعي النطق كويس جدا ركزي اوي في النطق بتاع الكلمة علشان النطق الخطأ هو اللعيب لكن لما يكون عندك accent في الانجلش دا مش عيب خالص آآ الناس الاجانب على فكرة مش آآ يعني مش بيبص ابدا هو بس بيجويبه مبسوطين كمان ان في حد بيتكلم ب accent معينة في اللغة الانجليزية بيجويبه فرحانين جدا بيه ولكن هي المشكلة ان انت تنطق خطأ يعني انت لو عاوز تقول كلمة present اللي هو يقدم وقلتها في الجملة بمعنى present كده انت اللي يبقى في قدامك مش هيبقى فاهم انت عاوز تقول ايه فانا اصلي اقول ان انت ركز على النطق بس جدا وال accent دي ما تقلقش منها خالص على حسب نطق الكلمة المعنى اختلف طبعا بالضبط هو ده اللي انا عاوز اقوله طيب بل فنافك practice آآ دي لو انت ما انتش عادف يعني accent بتاعي يكون ايه مني عادي آآ عادي لو انت عندك accent في اللغة ده طبيعي جدا ان يكون عندك accent لان اللغة الام بتاعتك الماثرة جدا على اللغة accent آآ ممكن جدا بس لو احنا برضو نحاول يعني انت كده كده يكون عندك accent بس هل ده ممكن يختفي ممكن لو انت سمعت انجلش كتير زي ما اقولك كل يوم ساعة listening للانجلش هتلاقي ال accent دي تختفي تدرجيا هتبقي او على الاقل قريبة بنسبة كبيرة جدا من native speakers accent من ال accent بتاعت native speakers طيب نعمل ايه pronunciation can be challenging due to the diverse phonatic sounds لان كمان احنا نطق الحروف في اللغة الانجليزية مختلفة عن نطق الحروف عندنا في اللغة العربية او في اللغات الاخرى ومش احنا بس اللي بنتعلم لغة انجليزية في لغات تانية بتتعلم لغة انجليزية ففي اختلاف في نطق الاصوات بين كل اللغات طيب practicing the pronunciation of individual sounds and the common words is essential for clarity in speech and comprehension يبقى ان انت تتعلم نطق الاصوات مهم جدا علشان لما تيجي تنتق يبقى الانجليزية بتاعك واضح ومفهوم انت عاوز تقول ايه استاذة امل بتقول طيب تقترح علينا نسمع ايه في الساعة دي يعني مثلا افلام او اخبار بالانجليزية طيب شوف يا ستي انا انا افضل هو كل واحد بيحب حاجة معينة يعني ممكن على الاشياء ممكن لو انت مشتركة مثلا اه في اي بلاتفورم بتقدم افلام اجنبية مثلا زي تود او اه اه نتفلكس مثلا الحاجات دي بيبقى بتجيب تايتل تحت لو انت عاوز تجيبي تايتل اه فيه اه لو انت مش مشتركة في الحاجة دي هابعتلكو دلوقتي اسم اسم موقع الموقع ده كله افلام فيه افلام انجليزية كتير ممكن لو انت عاوز تشوف الفيلم من غير سبتايتل تحت اتس اوكي لو انت عاوز سبتايتل بالانجليز تحت بتختار انا عاوز سبتايتل انجليز او عاوز سبتايتل عارض الموقع ده اسمه اف موفيز او ده مجاني كتبت اهول كهوات اه اه وصل كلمة اف موفيز اف موفيز الموقع ده مجاني لو انت ما عندهش اللي هي الناتفلاكس والحاجات ديت اللي هي بفلوس اطل على اف موفيز بس او مشكلته ما هو بيبقى فيه اعلانات كتير شوية يعني هتصبر عليه شوية افتح اي فيلم بقى انت عاوز تشوفه اه ممكن تشوف الفيلم ده في الاول اه بسابتايتل انجليز وبعد كده تشغل نفس الفيلم تاني ممكن الفيلم ده تشغله كل يوم لمدة ساعة نفس الفيلم وتكرر فيه وتكرر فيه وتكرر فيه وتكرر فيه هتلاقي ودنك اخدت على الاكسنت بتاعتهم واخدت عن طريقة البرونسييشن اللي هما بيقولوها الاستماع ده جماعة حاجة مهمة جدا 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 لو قعدتوا تسمعوا انجليز يصدقوني كل يوم انا مرضتش اقول كل يوم ساعتين يعني اللي يقدر اكتر من ساعة كل يوم استماعي انجليش يعمل كده هتلاقوا فيه تغيير فضيع في مستوىقف اللغة الانجليزية طيب برضو احنا قلنا الاكسنت بتاعت ازاي نقلل الاكسنت بتاعت ال my mother tongue on my acquiring language اللي هي اللغة اللي انا بحاول اكتسبها جديدة ازاي اقلل الاكسنت بتاعتي على اللغة دي for non-native english speakers اللي هو احنا non-native english speakers reducing accent influence from their native language can be a hard deal تبقى عقبة قدام ناس كتير it often requires focus the practice and the guidance to modify speech patterns intonation and stress on syllables يعني بتحاول بقى من خلال الاستماع الكتير بتركز قوي على طريقة النط ال intonation طبعا ال intonation جماعة اصدقائنا في ال speech عارفين يعني ايه intonation اللي هو ال ان انت ممكن تغير التون بتاعك في وانت بتقول جملة مثلا بتغير معناها خالص نفس الكلمات يعني مثلا اقول ايه i have a car i have a car جملة عادية خالص نفس الجملة انا اقولها انا قلت نفس الكلمات بس انت فهمت الاولى بطريقة وفهمت التانية بطريقة فهمت الاولى ان انا بقولك خبر فهمت التانية ان انا بستعجب انا بسأل هو انا 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 عندي سيارة انا عندي سيارة ده اسمها لايه اسمها ال intonation في لغة الانجلسية اه استاذا هند شوفي هو السائد دلوقتي اللي هو الامريكان السائد الامريكان تعليم النطق الامريكي لانه هو اكتر حاجة مستخدمة في كل المدارس دلوقتي انت حتى الافلام اللاهنى بنشوفها كلها امريكان انه ما بشوفش حاجة بريتش خالص لو شفت حاجة بريتش بتبع حاجة قديمة جدا افلام قديمة وكدا اا ده 2 الافضل انت تعلم الامريكان اللهج الله أمريك ا akhir اللهج الله امريكيه اسرع واسهل يعني طبق بعد كده Porque الاله هو ال انانتسياشن تكنيكس لازم يكون عندك تكنيك في الانانتسياشن انانتسياشن Lang booking المqual مما بقى يعني ايه مش احنا اصحابنا في التخاطب مش بندرس عضلات الفم من جوه وايه الحرف ده يعني مثلا عندي حاجة اسمها لبيو دينتل مثلا لازم الاسنان اللي فوق تنزل مثلا على الشفاف اللي تحت لو نحن ننتق حروف معينة زي مثلا اث لازم تتعلم انت بتنطق الحرف ده ازاي مثلا بتنطق حرف تي لايه مخارج الاسوات صحية استاذ اميل التي مثلا اسمه اللي هو اللسان بيبقى لازق في الحتة العالية اللي ورا الاسنان ده اسمه اللي هو ازاي تنطق الحروف لازم تبقى عارف مخارج الحروف ازاي لازم تتعلم ده ده هيسهل عليك جدا فيه ان انت تنطق صح يعني ازاي تتعلم اللي هو ازاي الفم من جوة وشرق تشريحه ازاي وكمان مكان اللسان لما نيجي ننطق علشان تبدأ تعمل كلير برونسيشن مطقك يكون واضح خلاص احنا لسه بنتكلم عن المشاكل اللي بتقابلنا في تعلم اللغة الانجليزية تاني حاجة اللي اسمه difficulty with pronunciation تعالي نشوف ايه المشكلة التانية اللي بتقابلنا في ناس كتير ده بالنسبة لها يعني ده بالنسبة لها حاجة صعبة جدا انتو عارفين من اسباب ان معظم الناس الانجليزي بالنسبة لها صعب ان هما شغلوا نفسهم بالجرامر بس ان انتو كنتو بتتعلموا انجليزي مضارع بسيط مضارع مستمر زيت فعلي في اخر اين جي مضارع بسيط ياخد في اخر اس انت كده you don't learn english you just learn about english انت مش بتعلم انت مش بتتعلم انجليزي بالطريقة دي انت بتتعلم information about english بيتاخد معلومات عن اللغة لكن مش بتتعلم اللغة نفسها ده ده معناه ان انا سيب مقاسيب الجرامر ما تعلموش لأ لازم نتعلمه لانه اساسي ان احنا نتعلمه بس انت عندك مستويين من الجرامر الجرامر الاولى اسمه basic grammar structure اللي هي قواعد الجرامر البسيطة جدا understanding the fundamental rules for english grammar including sentence structure verbs and tenses and parts of speech forms of foundation for effective communication يعني انت تتعلم الازمانة مضارع بسيط مضارع التهم والكلام ده لازم تتعلمه بطبع عشان تعرف تقولي الجملة صحيح ان انت تتعلم parts of speech الاسم والفعل والحرف والpronoun والsubject والverb والadverb الحاجة دي كلها لازم تتعلمه ده اسمه basic grammar structure لما تتعلم ال basic grammar structure ده ده هيكون يعني the foundation for effective communication يخليك تتواصل بطريقة جيدة مع الناس ده مش معناه ان انا ان انا في البداية قلتلكم اللي احنا سبب ان احنا عادر بنتكلم انجليزي ان احنا درسنا grammar كتير ايوة بس كانت مش grammar كتير بس احنا مكنش مدرس غير grammar يعني المدرسين كانوا بيسيبوا كل حاجة في المنهج وما بيتدرسوش غير grammar اكياني grammar ده مادة مثلا لكن ما كانش اللي المدرس في المدرسة بتكلم معنا انجليش خالص كان تخيلوا مدرس لغة انجليزية يقعد حصة خمسة واربعين دقيقة ما بيتكلمش ولا كلمة انجليزي طب انا هطلع اتكلم من الازا يعني الناس معظورين فعلا بس ده مش معناه ان احنا نتعلمش لا احنا ممكن نعلم نفسنا بنفسنا ويعني مثلا انا افتكر انا 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 تعلمت انجليزي من قلها اعدادي يعني كان الانجليز ايامنا بيبدأ من قلها اعدادي دلوقتي ولادنا بيتعلم انجليزي من الكاجي فمشاء الله الولاد بقى مستوهم حلو جدا في الانجليش واحنا نقدر كمان ان احنا مستوانا يكون افضل في الانجليز. في نوع تاني من الجرامر اللي هو اسمه. الكمبليكس سنتنس فورميشن. الكمبليكس سنتنس عندنا الجمل. البيزيك جرامر ده هي خليك تقول جمل بسيطة. فيها سوبجيكت فاعل فاعل مفعول. ترتيب الجملة في اللغة الانجليزية. كده. دايما الجملة تبدأ بسوبجيكت اللي هو الفاعل. بعدين فاعل. وبعدين اوبجيكت اللي هو المفعول به. ده من سميها سيمبل سنتنس. لما بتوصل لمستوى اعلى بقى في اللغة الانجليزية تقدر تكون حاجة اسمها اللي هي الجمل المعقدة. الجمل اللي هي مكونة من اكثر من جملة في بعض. وبيكون فيها كتير علامات تركين كتيرة. علشان تديك هو عاوز يوصل لك الفكرة. هو عاوز يقول ايه من خلال الجمل. يبقى الجرامر مهم ان احنا ندرسه. ولكن مش لدرجة ان احنا مش بندرس غير بس. طيب. ايه المشكلة اللي بعد كده كمان. مشكلة بقى ناس كتير جدا جدا بتعاني منك. اللي هي بتبقى ما عندكش ثقة في نفسك خالص لما تيجي تتكلم قدام حد. بتبقى كاينة لو انت تكلمته قدام حد. هيقول ايه يوعد شاوري عليك ويقول ايه يبقى اللي بيعرفش تتكلم من جديزة. لو حطيت في دماغك. لو حدنا في دماغنا. الناس مش هتقدر تعمل حاجة في حياتك. على فكرة في كل المجالات. وخصوصا مقف تحدث اللغة الانجليزية. اغلط وانت هتتعلم. لو وقفت قلت لأ اس انا الناس هتقعد تعيب علي وانا بتكلم. مش هتتتعلم ولا هتتكلم. لازم يبقى عندك ثقة في نفسك وانت بتتكلم. حتى لو انت غلط. فيه اعرف واحد يعني كان مستوافي الانجليزي ضعيف جدا. للامانة كان ضعيف. وكان مدرس يعني هو كان بدرس انجليزي. فيعمل ايه هو لازم مدرس انجليزي داسي متكلم انجليزي يعني. فان هقعد اتكلم قدام الولاد خطأ او قدام الناس يقول له المدرسة هو ات ما بعرفش يتكلم. طب هتقف مش هتتعلم. فبدأ يروح طبعا ياخد كرصات. وفي خلال الكرصات بدأ يتكلم يقوم يوقف ويغلط. ويصححوله. وبعد كده يغلط ويصححوله. واحدة واحدة بيتكلم يعني اللي بتكلم بطلاقة ليه? لانه متغلب على الخوف اللي جواه. وما هموش ان الناس هتنتقده هو بيتكلم. عندنا نوعين اللي هو public speaking anxiety. لما تيجي تتكلم قدام الناس في موقف معين مثلا في ميتنج او حاجة. يكون عندك خوف شديد ان انت تتكلم. many individuals experience fear and anxiety when speaking in English. بيكونوا خايفين وعندهم قلة من التحدث باللغة الانجليزية. خصوصا في قدام الناس يعني. عشان تتغلب على المشكلة دي انت عاوز يعني تتعرض تدريجيا لمواقف معينة. ان انت تعرض نفسك ان انت تتكلم انجليزي مع الناس. تدريجيا واحدة واحدة يعني. ممكن تلاقي ناس صحابة هم بتكلموا انجليش. ممكن تروح تتكلم معهم انجليزي. واخلط ما تقلقش. ان انت دايما تحاول ان انت تتدرق لدرجة ان انت ممكن لو مش لها هتتكلم معاه. اقف قدام المراية وتكلم بصوت عالي. اقف قدام المراية وتكلم بصوت عالي. اه مع نفسك في موضوع اي موضوع انت تحب. لما تتكلم بصوت عالي مع نفسك او مع الناس هتكسر العدم الثقة اللي موجودة جواك. فاتكلم وما تخافش قدام الناس لانك لو استنيت خايف عمرك ما تتكلم. فيه حاجة تانية. دايما عندك جواك شك في نفسك. شك في قدراتك. ودايما بتنتقد نفسك. انا مش عارف اتكلم انجليزي. انا الكلمة دي ما قلت لها صح ولا? طب وانا قلت الجملة دي في الزمن الصح والتي بتسأل نفسك اسئلة كتير. اتكلم. علشان تتكلم. تزود مهارة الكلام. ابدأ اتكلم لو سمحك. حتى لو غلط. بعد كده هتلاقي نفسك الاسبيكينج عندك بيتحسن. انا برضو لحد دلوقتي مش بتكلم في الحلول انا بتكلم في المشاكل الموجودة عند كل الناس. بعد كده عندي بتكلم عن حاجة اسمها كالتشول بيريوز. اللي هي الاختلافات او الاختلافات اللي الثقافات او الفروق الثقافية بين الناس. انت في ثقافة معينة عند امريكان مختلفة عن ثقافتنا. اديكم مثال. مثلا احنا في اللغة العربية متعودين نقول ايه? لما حد يقول لك خبر حلو تقول له لقد اثلشت صدري. لقد اثلشت صدري. لو انا عاوز اقولها بالانجليش لو حد من امريكا عاوز يقول نفس الجملة دي. هل هيقولها لقد اثلشت صدري? تتوقعوا ممكن نقولها ازاي? ممكن حد يكتب في التشات بوكس اه لو انت عاوز تترجم الجملة دي بالانجليش هتقولها ازاي? او حد ممكن يفتح بمايك ويقولها? لقد اثلشت صدري. احنا في الثقافة بتاعتنا في اللغة العربية نقولها كده لان احنا البيئة بتاعت الدول العربية بيئة حرة. فانت الحاجة البرد بالنسبة لك حاجة حلوة. حاجة مميزة. فلما يقول لك خبر حلو يقول لك اثلشت صدري. ممكن حد دلوقتي محدش كاتب حاجة. طيب تمام. لو احنا في حد في امريكا عاوز حد قال له خبر حلو. هيقولها له ازاي? make me happy? اه اه. هيقولها له كده. يقول له. you warmed my heart. you warmed my heart. تعارفين كلمة warm يعني دفي. عكس كلمة اثلشت. اثلشت يعني انت بردت على قلبي كده. احناك علشان البيئة بتاعته. البيئة بتاعته بيئة باردة. فهو عاوز حاجة تدفيه. فيقول لك you warmed my heart. فهنا الفروق الثقافية بقى. انت لازم تبقى فاهم الفروق الثقافية اللي بين اللغة بتاعتك وبين اللغة اللي انت بتتتعلم. لما تفهم الفروق الثقافية ديت هتسهل عليك الcommunication اللي هي التواصل بينك وبين الناس. understanding culture references idioms and customs is vital for effective communication and integration into english speaking environments. يعني لو انت مثلا قدر لاحد فينا ان هو يروح يعيش في امريكا. لازم تبقى فاهم الاديامز باعتهم. كلمة الاديامز دي حاجة مهمة جدا يا جماعة. القناة اليوتيوب انا في قناة يوتيوب عندي. فيها فيديوهات كتير جدا عن الاديامز. بقول لكم يعني لو اللغة العربية كده. وبيقولها في امريكا بالطريقة دي. هبعط لكم اللينك بتاع القناة برضو على الواتساب ان شاء الله. اه في يعني او في نهاية الحصة. الليكتشور. هبعط لكم اللينك اليوتيوب لو انتم حابين تتفرجوا على الفيديوهات دي. مهمة جدا تعرف الاديامز. يعني مثلا. احنا مثلا عندنا اه اديام في اللغة الانجلزية بيقول. هو فيه جروب واتساب اللي حابب يعني انا بعت الرقم بتاعي. اه ابعت الارسالة على الرقم بتاعي. اكتبه تاني اهوت. خلاص. ابعت الارسالة على الرقم ده واتساب وانا هضيفك على ان شاء الله بعد الحصة. ابعت لكم اللينكات كلها لينك الامتحان انا قلت لكم عليه. ولينك اليوتيوب لو انتم حابين تتفرج على الفيديوهات بتاعت الاديامز. مثلا احنا عندنا اه في لو ترجمت الاديام زيتها ترجمة حرفية. تلا امالهاش معنا خالص. او مالهاش علاقة خالص باللي انت بتقوله. ولكن لو انت فهمته هما بيقولوا ايه بقى الاديام ده يعني ايه? لما تسافر امريكا او لما تسافر نيوزلند او لما تسافر انجلند هتبقى ثاهم هما بيقولوا مع بعض. يعني مثلا انا عندي اديام بيقول ايه? لو حد قالك break a leg. اكتبوه. break a leg. ده معنى ايه? لأ مش معنى congratulations. لأ. break a leg. break a leg لو انا ترجمناها عارب بمعنها اكسر رجليك. او رجليك تتكسر يعني. ولعزو بالله يعني. لكن break a leg ده اديام بيقولوه means good luck. ايوة برافو يا مس سوزان سعد. مس سوزان سعد. يعني means good luck. فانت لازم تبقى فاهم الاديام بتاعاتهم علشان تقدر تتواصل معهم. دي مرحولة تانية ممكن تتعلمها. اه طبعا ممكن تتعلمها من دلوقتي. يعني تحفظ الاديام ديت وتقرأ ككير فيها. هتلاقي نفسك عرفت يعني. مثلا انما يقولك اه اه او اتز رينينج كاتز اند دوكز. ده اديام هو. معناها ايه? لو ترجمناها معناها انها تمتر. كلاب وقطت. مش هتبقى لكن تمتر بغزارة. بزلط كده. الاديامز دي حاجة مهمة جدا. لازم تعرف اديامز كتيره علشان تقدر تتواصل بطريقة صحيحة مع الناتب سبيكرز امامها تحدثين اللغة الانجليزية. طيب. اه كروس كارتشور كامينيكيشن. اخدوا بالكو ان الاديامز مختلفة من مكان لمكان. يعني انجلترا هتلاقي فيها اديامز مختلفة على الاديامز اللي موجودة في امريكا. هتلاقي فيها اديامز مختلفة على اللي موجودة في نيزلند او سكوتلند. الدول المنطقة باللغة الانجليزية. كل البلد كده هتلاقي فيها اديامز ومعاني. ولذلك احنا احنا بندرس امريكا انجلش. تعلم دايما الامريكا ان اديامز علشان تؤثر على نفسك. وان شاء الله بقى لو انت هتسافر بلد تانية ممكن قبلها تدخل وتكتب بتاعت البلد اللي انت عاوز تسافر سافر ليه. اوكي. طيب. دلوقتي خلصنا دي دي المشاكل اللي بتقابل معظم الناس بتعلم اللغة الانجليزية. هل حد فيكو عنده مشكلة زيادة انا ملتهاش ممكن اكتبها انا في هنا في او يفتح المايك ويقول ايه المشاكل التاني اللي ممكن بتكون بتقابلكم افتعلم اللغة الانجليزية. هي دي بس المشاكل عموما هي دي يعني دي معظم المشاكل. فضل. فاكد دي معظم المشاكل حاليك او اساس او اساس ناص. طيب تمام. هي دي فعلا معظم المشاكل وان شاء الله كلنا نتغلب عليها. اه بس اه مشكلة المهمة اللي عندي يعني انا بقى فهم كويس. بقى فهم كويس بس عاجة عندي عملني رهبة زي ما حاديكم بتقيل هنا. دايما بتنتقد نفسك عندك يعني يعني يشك في قدراتك. دايما في قدراتهم اللي عمليني مشكلة انا بقى فهم بقى فهم كويس وبتاع بس ما عندي رهبة اللي انا اتكلم. اكون الجملة في ادناء كويس بس اتكلم لا فهم راجع الورد. فالمشكلة اللي انا امارس كتير. احنا دلوقتي هناخد بقى الاستراتيجز اللي المفروض تتبيعها. او انا. انا عندي مشكلة تانية بس هو مش عارفة هو زكاء زيادة ولا دا مش عارفة. او انا عندي مشكلة بلا الحروف الاسمول والحروف الكابتل. يعني مسلا ممكن تكلم كلمة سمول اراها كويس. الامتحان الاجزام لما جالي في الاربي تي كانت كله كابتل. فاللي هو امير رايح فين. فاللي هو انا خدت على نمط حجمه معين في الخطة. فدي مشكلة برضو تانية. البابلك برضو زي ما حالك ما قلت برضو هي بيبقى المشكلة عندي. احراج الناس بس انت مش عارفة ايه. يعني هي دي بس النقطة الزيادة. يعني مش عارفة هي عندنا بس ولا ايه مش عارفة. لا هي عندي معظم الناس اللي بتعلموا لغة انجليزية. بس زي ما قلت لحضرتك ان انت لازم تتغلبي على الابستيكلز دي. دي مش مش هتخليك تتقدمي ابدا في تعلم اللغة. اللي انت تكوني شعي خجولة في ان انت تتكلم قدام اه قدام حد. ان انت تبقي عندكش اه عندكش ثقة في نفسك. انت عاوز تتعلمي. لفها لازم تغلطي. اي حد عاوز يتعلم لازم يغلب عشان يتعلم. وما تلاقيش ابدا. على فكرة انت لو بتتعاملي مع اجانب. لو بتتعاملي مع اجانب. كوني مستريحك جدا وانت بتتكلمي. لان هم مش هيعلقوا ابدا على طريقة نطقك. او ان انت بتتكلمي كلام صح ولا خطأ. لو في حد فيكو بيشتغل في اي دولة خالجية او كده وبتعامل مع اجانب في مدارس اجنبية. هيعرف اللي انا بقوله ده. الاجانب مش بيعلقوا خالص. هما بيشوفوا الفكرة اللي انت بتقوليها ايه? ويفهموا انت عاوز تقولي ايه? وبعدين يردوا عليك. وبالعكس لما بتتكلمي قدامهم اللغة بتاعتهم. وبيه احنا مسلا ما فيه حد اجنبي بيجي يتكلم عندنا في مصر. او بيتكلم لغة عربية. نبص له ونتحك. نبقى فرحانين او بيتكلم اللغة بتاعتنا. بالطريقة بتاعته المكسرة دي. وفي الاخر بنفهمه. طيب. في اه استاذ واقل بيقول بالاضافة بان نكون محتاجين ان انا نمارس اللغة بشكل متكرر. يعني مش بنلاقي في اه في ثقافة بلادنا حد يستخدم لغة الانجلسية. طيب اللي هتا بتقوله صح يا استاذ واقل? طب اتكلم عن كل واحدة لوحدها. حاجة اسمها immersion regular practice and utilizing resources. تعالى على طول ما ياخد اول واحدة. immersion in english speaking environments. يعني ايه كلمة immersion? يعني اغراق. زي ما قلت لكم في بداية المدرة. ارمي نفسك في وسط المير. يعني ارمي نفسك في وسط بيئة كلها انجليزية. خليك دايما معا. طب انت فيه صوت واقل كان بيقول ما مفيش حد نتكلم معاه. زي ما قلت لكم. التليفون بتاعك كله يبا انجليزي. الافلام اللي انت بتشوفه. خلاص ما تتفرجش على افلام عربي. وقف الموضوع ده. روح تفرج على افلام انجليزي. والله والافلام انجليزي كلها شايقوا بحلوة. اه تفرج على افلام. طب انا مش فاهم الفيلم انجليزي. الهدف مش ان انت تفهمه وبيقول ايه. الهدف ان انت تسمعه بتكلم ازاي. اسمع بودنك كده. وكرر الفيلم مرة. نفس الفيلم مرة واتنين وثلاثة واربعة. هتلاقي ودنك بقى اخدت. ودنك دي على طول مرتبطة باللسان. هتلاقي لسانك بينطق بنفس الطريق اللي كان بيسمع به. حاجة اوتوماتيكية. زي الطفل ما كان هو بيبي. قاعد يسمع 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 بابا وماما واخته واخوه في البيت. وفجأة لو هو يتكلم. محدش علمه محدش قال له قول دي ازاي وما تقولش دي ازاي. هو قاعد يسمع كتير وبعد اي كده بدأ يبدأ يتكلم هو نفس الحكاية في الانجليز. imagine in English. طيب نعمل ايه يعني? نعمل اغراب ده ازاي? نغرك نفسنا في اللغة الانجليزية ازاي? ممكن تعمل culture events يعني تروح يعني احداث ثقافية لو هي موجودة حواليك يعني. participating in culture events. احداث ثقافية. festival مهرجانات and gathering provides exposure to native English speakers and their diverse linguistic expressions. لو انت طبعا عندك الفرصة ان انت تتعامل مع اجانب. لو انت بتشتغل في مدرسة فيها اجانب. اتعامل مع الاجانب دول. روح جنبهم وصاحبهم وتكلم معاهم في الشغل وعادي جدا يعني. هتلاقي نفسك بعد كده بتتعود الكلام معهم. طب انا مش شغال في مكان فيه فيه اجانب اعمل ايه? في حاجات تانية كتير هقولك عليها دلوقتي ممكن فيه برامج معينة للشات للصوت. يعني مثلا في برنامج اسمه اه برنامج ده موجود عندي على التليفون اسمه. خلينا افتكر الاسم. اه اسمه برنامج اسمه لينج بي. لينج بي ده بيديك اه كل يوم خمسين دقيقة مجانية. هو طبعا برنامج بفلوس. لكن فيه خمسين دقيقة مجانية. انت بتدخل تقوله بتضغط بس بتعمل هو يختلك اي حد من اي مكان في العالم. ممكن تقابل ناس بقى من انجلترا ناس من الهند ناس من باكستان ناس. بس معظمهم كلهم ناس بيبقوا بعوزين اتعلموا اجلزية بس مستواهم عالي في اللغاني جيد زي. فممكن تقدر تتكلم مع الناس دول. حاضر ان شاء الله. هبعط لكم كل البرامج ان شاء الله اللي انا قدر هبعتها لكم وممكن تتعلموا منه. ده اسمه البرنامج اللي انا قلت اسمه لينج بي. هبعط لكم برضو اسمه ان شاء الله في الواتساب. فيه او ايه ده بيديك فيديوهات كتيرة لمستويات مختلفة. اه طبعا فيه جروبات كتيرة عن طريق المحاسة مع الاجانب. اه اه كل انا قلتوا ده تطبيقية استاذة مايه. فيه جروبات التحبس مع الاجانب بس مش 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 مجانية. اه في البرنامج ايه انا لسيت اسمه الحقيقة وهبعط لكم الاسمه دي كلها. اه فيه برنامج اه مشهور جدا البرنامج ده كله اجانب. انت بتختار المدرس اللي يوعد يتكلم معك. بس اه هو مش مجاني طبعا. تقريبا حوالي خمسة وتلاتين دولار في الشهر حاجة كده يعني. وممكن تزود اكتر من خمسة تلاتين دولار حسب الوقت اللي انت هتقعده مع المدرس. بتختار المدرس بتاعك من انجلترا من امريكا من ازلندا من اي بلد. وتتفق معه على مواعيد معينة على البرنامج نفسه. اه بتدفع له فلوس. اه البرنامج ده اسمه ده مجاني. ده كله ممكن تجيب سهلة مواضيها معينة تقرأها وتترجمها. اه تجيب فيديوهات وتسمعها. تسمعه. حاجات كتير جدا. تصقفت جدا في الوقت انجليزية. هو تخبعا امريكا هي اللي عاملها. فيه مسلا ممكن تقرأ بتحب تقرأ تاريخ. تقرأ تاريخ امريكا كله. اه تقرأ اه اللي هو البيت القبل بتاعه معامل ازاي? والكلام ده حاجات دي كلها. ان شاء الله استاذة رباب. اه على جروب الواتساب ان شاء الله. طيب. يبقى ان انت بتشترك فيه حاجات اه مع ناس بيتكلموا انجليزي لو انت تقدر او ما تقدرش يبقى هتستخدم البرامج. انجيجمنت. لا افندم اسمه V-O-A. V-O-A. كده. تاني رقم التليفون. انا بعت رقم التليفون قبل كده. اوكي. ان انت دايما تعمل محادثات مع مع ناس. وده ممكن تستخدم عن طريق الابس اللي انا قلتلك على دلوقتي. اللي هو ان انت تفهم اللهجة العامية باختلافاتها في اللغة. يعني لما تيجي تعمل تعمل conversation مع ناس اجانب او conversation مع حد مستوى كويس في اللغة. هتفهم حاجات كتيرة جدا. وهتتعلم اللي هي اللغة العامية اللي احنا قلنا عليها اللي هو الاستاذ اه استاذة هالة اللي هو اللي باللون الاحمر ده. اول واحد. وفيه على فكرة اللي هو بالاحمر وفيه التاني اللي هو كل اي حاجة V-O-A كلها اي واحد فيهم اتس اوكي. عاوز اتنزليهم كلهم خليهم عندك اتس اوكي. هما كلهم نفس الفكرة يعني. طيب يبقى اول حاجة عشان تتغلب على المشكلة التحدث باللغة الانجليزية يعني ودي نفسك في بيئة كلها انجليزي. الافلام اللي انت بتشاهدها كلها انجليزي. الناس اللي انت بتتكلم معهم حاول تتكلم معهم انجليزي. ملاقيتش ناس في حاول تلاقي ناس اه اونلاين. ناس ممكن تعمل معهم تشات صوت. تتكلم معهم صوت. الفكرة من انت تتكلم صوت ان انت تكسر الرهبة اللي جواك من اللغة الانجليزية. طيب ايه تاني ممكن اعمله? عشان اتغلب على المشكلة. كل يوم لازم تدرس كل يوم لازم تقرأ. كل يوم لازم تسمع. كل يوم لازم تتكلم. كل يوم لازم تكتب. يعني حاول ان انت تكتب لان الكتابة مهمة جدا انت كمتخصص في التربية الخاصة او في اي مجال انت مثلا لما احباك زي ما قلتلك تكتب تقارير للغة الانجليزية. فانت لازم تعود نفسك ان انت تحسن ان انت تحسن مهارة مهارة الكتابة. طيب اعمل ايه بقى? يبقى تدريب مستمر تلاقي تشوف حد يتحدث معك اللغة الانجليزية. الحدي ده ممكن يكون تدفع له فلوس تاخد كورس معاه البرامج اللي هي المدفوعة. فيه فيه حاجات كتيرة جدا سبحان الله ربنا سهل حاجات دي كتير مكادش زمان موجودة خالص. مسائي مع المساوز الدين . لما تعمل وقت معين مستمر في أنت تتحدث مع bir đó يعني ينام عندك مهارة الى 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 conversations with proficient English speakers aids in language acquisition and improves fluency and naturalness in speech. انت لما تقعد تعمل conversation كتيرة ده هينمي عندك الطلاقة في اللغة والnaturalness ان هو الطبيعية في التحدث. بتتكلم بطريقة طبيعية. مش بتقعد تعاني علشان تدور على الكلمة اللي في مخك عشان تقوله. لا هتلاقي ناسك بتكلمك انك بتتكلم باللغة العربية بسخولة. طيب اعمل ايه تاني? utilizing language learning resources. ان انت تستخدم مصادر تعلم اللغة. اول حاجة ال online courses. ان انت ممكن تاخد online courses. في online courses مجانية وفي online courses مدفوعة. على فكرة انا انا في online courses بدي online courses اللي حابب فيكو ان هو يشترك على online courses معايا اه برضو يبلغني ان شاء الله على ال واتساب. online courses انرولing in structured online language courses offers in depth learning modules interactive exercises and access to language instructors. يعني ال online courses بتديك حاجات كتيرة تساعدك كتير في تعلم اللغة الانجليزية. وبتديك exercise interactive exercises يعني تدريبات تفاعلية بينك وبين اللي بيشتغل معك online. الحاجة التانية ال language apps اللي احنا البرامج اللي احنا قلنا عليها استخدمها utilizing language learning apps for vocabulary building. pronunciation. practice and cultural insights provides convenient and accessible learning resources. البرامج دي بتعلمك حاجات كتير جدا وبتعرف الثقافة اللي موجودة عند اصحاب اهل اللغة اللي انت بتتعلمها. بتبني المهارات الكلمات اللي عندك. بتعلمك ازاي تنطق. بتساعدنا كتير ال language apps. اخر حاجة اللي هي mentorship. mentorship اللي هي ارشاد حد يرشدك. لازم يكون في مرشد في حياتك في اللغة الانجليزية. يعني مدرس يكون يقدر يقولك تعمل ايه وتدرس ايه وتذكر تدرس ديه ازاي واحد. having a mentor in our language coach offers personalized guidance. يعني بيقدم لك ارشاد اه شخصي لك انت. feedback. يديك feedback على مستواك او الطريقة اللي انت بتدرس بها. and motivation to enhance language proficiency. ويديك تحفيز علشان تتقدم في ان انت تكون محترف في اللغة الانجليزية. انا كده خلصت كل اللي انا عايز اقوله النهاردة. اتمنى ان كون الناس يعني استفادت من المحاضرة. وطبعا انا مسعيد جدا ان انا قابلت ناس كتير. ما شاء الله. كونكم ان انتو تحضروا المحاضرة من اولها الاخيرة. ده معناه فعلا ان انتو ناس مجتهدين وناس عاوزين تتعلموا. ويعني اتمنى ان شاء الله ان انا اقابلكو فيس تو فيس في يوم الايام. اه اه لو انتم حابين تقولوا اي حاجة انا تحت امروكم حابين تسألوا اي سؤال انا موجود. انا معكم يعني الاخر وقت ان شاء الله. الرقم مش لاقي عليه واتساب. اه الرقم مش لاقي عليه واتساب. لا بس اكتب اه زيرو زيرو في الاول. محتاجين بس رابط الواتس. طب صبعين. خليكم معي. اوكي انا بس اوقف الاول الريكوردين. طب. طب. طب.